الحقيقة انه الاعلام الاجنبي كان بيعيش حالة ضبابية بينظر ما يحقق مصالح الدول اللي بينتمي اليها او الذين يدفعون او الذين يديرون لكن في النهاية كان هناك توجه عام لا يمكن لوكالة او صحيفة ان تتجاهله او تنكره معنى ذلك انه وكالة بلومبرج هذه الوكالة العريقة كانت بتنظر الى الاقتصاد المصري في الفترات السابقة قبل الاصلاح الاقتصادي من 11 و12 و13 و14 نظرة هنشوف مجلس الوزراء مركز المعلومات قال ايه عملنا مجموعة من المعلومات والفيديوهات والانفوغرافات رائعة بشكر طبعا القائمين على في مجلس الوزراء والدولة في هذه الحقبة الحقيقة بتمدنا بكثير من المعلومات اللي احنا بننقلها بدورنا للمواطن شارحين ما واسعنا الجهد لذلك النهاردة عندي رصد التغيير في تعامل الاعلام الاجنبي مع الاقتصاد المصري دي مين دي وكالة بلومبرج وكالة بلومبرج هو وكالة اقتصادية امريكية رصينة لها ما لها وعلاها ما عليها لكن ينظر لتقاررها بشيء من الاحترام والتقدير قالت ايه وكالة بلومبرج 2013 قدامنا عدم انتظام سوق العملات بيعقص ضعف ثقة المصريين في الجني المصري دي اول نقطة السياحة لا تزال بعيدة عن مستوياتها قبل ثورة يناير 11 انخفاض لاحتياط النقد الاجنبي الى 13.6 مليار دولار وادنى مستوى منذ عام 97 الدولة تكافح لخفض معدل بطالة الذي بلغ 12.5% ده الشكل العام في 2013 الشكل العام في 2013 شكل يخض الشكل العام في 2013 يجعل الامر مخيف الشكل العام في 2013 من خلال توقع مش توقعات قراءات وكالة بلومبرج بتقول سوق العملات واقع بتقول ان السياحة واقعة بتقول الاحتياط النقد الاجنبي واقع بتقول ان البطالة مرتفعة لغاية ما رأته بلومبرج في 2013 شوفوا اللي حصل النقل اللي حصلت من 13 ل19 نفس الوكالة بتقول ايه الجنيه المصري هو الافضل ضمن الافضل اداء في 2019 بين عملات الاسواق الناشئة الجنيه المصري اللي كان بيترنح امام الدولار في ممضة اهو نفس الكلام اللي يوكالة بتقوله بتقول اصبح هو الاقوى في سلة العملات الدول او العملات الناشئة في سنة 2019 لانه اصبح يقف امام الدولار زي ما احنا شايفين انا مش بقول كلام من عندي كل الناس كبير وصغير عارفين سعر الجنيه والدولار بقى ب16 ولا بقى ب16 وكسر امام الدولار وكان 18 يعني بينقفض الدولار ما بينقفش الجنيه اللي بيرتفع تاني بقول الدولار لم ينقفض قيمته وانما الجنيه اللي ارتفع قيمته ارتفع ليه لانه هناك اصلاحات هيكلية في الاقتصاد اتنين السياحة المصرية تتعافى وعارت اراداتها الارتفاع مرة اخرى وقلنا انه تم اعتماد السياحة في مصر والفرص السياحية في مصر على انها الاسرع في العالم وقلنا هذا التقرير وكان صدر من الامم المتحدة ارتفاع الاحتياط النقد الاجنبي من اقل من 15 مليار دولار في اواخر عام 16 الى 44 مليار دولار دلوقتي يبقى الاحتياط اللي كان مخيف للغرب وبلومبرج قالت عليه تضاعف كم مرة وصلنا دلوقتي ال 45 تقريبا من مليار دولار تراجعت البطالة الى 8 وتسعة من عشرة بعد ما كانت كام 12 ونص ايه قدامنا كان 12 ونص فبراير 13 فبراير 19 بقى 8 وتسعة من عشرة انتو عارفين يعني اين انخفاض معدل البطالة بنسبة 8 وتسعة من عشرة يعني الى 8 وتسعة من عشرة بعد ما كانت 12 يعني نسبة حوالي 4-5% اربعة خمسة احنا وفرنا ملايين فرص العمل بالمليون لان الدولة دي 100 مليون الواحد في المية قد ايه بطالة الواحد في المية مليون رقم احنا عندنا الدولة المصرية قد قد ليبيا مثلا 16 مرة قد قطر 200 مرة 300 مرة انت عندك اقتصاد هيكلي ضخم كبير تعالوا نشوفوا الوكالة الاخرى وكالة رويترز كيف نظرت للاقتصاد المصري في فترة التراجع في فترة الانضمحلال ثم كيف نظرت اليه في فترة الفترة الحالية رويترز بتقول قدل نخفاض في البداية ايه كان عندي ازمة صلار اهو ما كانش يفاكرين التوابير كان عندي ازمة صلار كان عندي ازمة كهرباء كهرباء بتقطع انا مش بقول كلام يعني بجيبه مش بجيب معادلات كيميائية بقول كلام انتو بفكركم به بس بجمعه مع بعض ما كانش عندي صلار في محطات البنزين كانت توابير شايفينها ما كانش عندي كهرباء كانت الكهرباء بتقطع في البيوت والمصانع كلها قفلة ده في مارس 13 وابريل 14 الدين العام كان اكبر خطر بيهد التعافي الاقتصاد المصري بعد سنوات الانضراب السياس ده في يوليو 14 الدين العام اللي وصل مية وكام مية اربعة في المية من الناتج المحلي الاجمالي كان رقم مخيف ونسبة مخيفة وهقول التطور اللي حصل فيه دلوقتي نظام الدعم المفرط هو السبب الرئيسي المشكلات التي واجهها قطاع الطاقة في مصد ده ابريل 14 يبقى عندي الوكالة رويترز نقلت حالة الاقتصاد المصري الحالة الرجل المريض كان مريض وبيحتاج الى عمليات قلب مفتوح وبتر اطراف عاجلة وفي ان واحد ومتزامنة وإلا كان المريض هيتوكل على الله كان هيموت اللي هو الاخصاد يشهر إفلاس ده كان حاصل بفعل لو لا سلسلة الإجراءات المؤلمة الحادة الصحيحة الوحيدة التي لا مناصة عنها ولا بديلة عنها ما كناش انتقلنا من هذا الشكل الخطر اللي حتى وكالة رويترز بتجيبه الى هذا الشكل الاخر الاكتر اشراقا اللي احنا فيه دلوقتي ايه قالوا ايه مصر حققت فائضا اوليا بموزنة 17-18 لأول مرة من 15 سنة يوليو 18 وارتفاع الاحتياط النقد الاجنبي الى 44 مليار دولار وكسر بوكالة رويترز بتقول ورس السيسي اقتصادا متداعيا ضعيف يعني ما استلزم اصلاحات عميقة اوقفت نزيف الاقتصاد بشكل كبير مارس 18 بلغ معدل النمو 35 من 10 في المية عام 17-18 مسجل اعلى مستوى له في 10 سنوات مصر تعلن وقف استراد الغاز المسال من الخارج وتسعى لتصبح مركز اقليمي لتداول الغاز الطبيعي سبتبر 18 ده شكل الاقتصاد المصري وفقا لمين لرويترز بعد ما كان بهذا الشكل الخطر اصبح بهذا الشكل اللي بيدعو الى التتاول عندي استمرار استمرار تراجع الناتج المحل الاجمالي بعد صورة 11 ملايين الاشخاص اصبحوا بلا عمل وهو وضع لم يتحسن منذ صورة 11 تباطؤ حركة المرور عبر قناة السويس احد اهم مصادر الدخل المصري لم تعد مصر قادرة على سداد قيمة الوردات بسبب نقص العملة الاجنبية ده كله في امتى 13 الوضع كان وضع صعب اللي لغاية ايه اللي حصل تشوفوا الجديد اجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادي مثل تحرير سعر الصرف بدأت تؤتي سمارها في مايو 18 انخفر التضخم الى 13 و3 من عشر في مارس من هذا العام في مايو 18 من المتوقع تقلص عجز الموازنة الى 8 و4 من عشر من نتج المحل الاجمالي مقارنة بـ 9 و10 في 17 توقع ارتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية ودخول الشركات الدولية للسوق المصرية مايو 18 ايه الحكاية الحكاية انه احنا عندنا مشروع حقيقي مشروع اصلاح اقتصاد حقيقي غير مزيف كانت المحاولات السابقة محاولات غير جادة محاولات مزيفة في تقديري لانها لم تكن ترقى لاجراءات جادة على الارض لذلك فشلت ولم تكتمل واصبحت كالجنين المشوه الان نحن امام تجربة برأة 16 17 18 احنا في 19 شغالين الشعب المصري العظيم تحمل الرئيس كان بيمارس في هذه التجربة قمة النبل السياسي من ناحية والصدق السياسي من ناحية اخرى لانه لم يغامر ولم يقامر لكنه اتخذ القرار الاصوب الوحيد العلاج المؤلم للاقتصاد المصري علاج هيكالي نقلته هذه المؤسسات الدولية ونقلته ربما بشيء من التسييس في فترات الضعف لكنه في النهاية لا يصح الا الصحيح لا يمكن انه هو يرى الاقتصاد المصري بهذا النمو وصلنا النهاردة معدل النمو خمسة ونصف في المية يمكن محمد معيت النهاردة في اليابان بيقول هنوصل لستة في المية ده اعلى معدل محمود محيد دين بيقول انه في حالة كساد وفي حالة طباط وهولوك دلوقتي بيتكلم على الاقتصاد المصري وده نائب رئيس البنك الدولي خمسة ونصف من معدلات النمو ما جرى خلال السنوات الماضية اقتصاديا يدعو للفخر استمعت الى رئيس البنك الدولي وهو يتحدث ويقول اتباهى بتجربة الاصلاح الاقتصادي المصري امام كل دول العالم لانه هذا الرجل يقصد الرئيس السيسي زعيم يعمل لحساب شعبه لا يحمل فواتيرا لاحد هذا الكلام قيل على لسان رئيس البنك الدولي كريستين لاغارد رئيس صندوقنا الدولي تشيد بالتجربة تشيد بتفاصيل التجربة تشيد بنتائج التجربة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤسسة تمويل الدولية مؤسسة اعادة تقييم الاقتصاد والملاء الاقتمانية الجميع بينظر نظرة ايجابية الى الامام للاقتصاد المصري احنا وصلنا الى منطقة اخرى واحدين في حتة تانية تماما هذه المنطقة تحتاج ان الناس تعرف احنا كنا فين ووصلنا فين